طيران العدوان السعودي استهداف محافظة تعز حيث قصف جبل أومان وحدائق الصالح في وادي الضبابة وكان طيران العدوان شن غارات للمرة الثانية على منزل مدير مديرية التعزية ومنازل المواطنين في شوف الزنقل وشرع ستين وشن غارات على مبنى مستشفى الجذام الجديد بمدينة النورة مخلفا أضرارا كبيرة بالمبنى وإتلاف مخازن الأدوية مبينا أن القصف ألحق أضرارا بمستشفى الأمراض النفسية المجاور وإصابة عددا من النزلاء كما استهتفى طيران العدوان عددا من منزل المواطنين بمنطقة الهشمة في مديرية التعزية من بينها منزل مدير المديرية